فسّرت هذه الباحث الذكيّة جدّاً حقيقة الاكتئاب يا الله ما أذكاها الله فتعاليها هتقول ليش شوّقنا أو الله وبستاهل هذا الحال وبستاهل تشويق ما أجملها ما أجملها كنز ميل كروز وقعت قبل فترة على مقاربة لأحد الباحثين في الحقيقة يا سيّدة ما أعظم هذه المقاربة للدبريشن من كتير مهتمل هذا الموضوع وكذا لأنه مرض العصر كل يشك منه الاكتئاب يعني يا الله ما أجمل هذه المقاربة المقاربة عميقة جداً جداً هي الأعمق من نوعي إلى الآن هي تقول أول شيء أنا غير موافق على المصطلح مصطلح دبريشن غلط طبع عنده هذا إشتقاقات فأنا نطوّل أنا قلت إيه برشّح مصطلح ثاني تقول لي الخراب يعني آه آه لا 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 مصطلح مراوغ مصطلح مراوغ جداً في نظري يقع التخوم والحدود بينه بين مصطلح ديستركشن الدمار والتدمير وبين مصطلح إزليشن الإنعزال والعزل هو يقع بين هذا وبينها يعني فيه شيء من إيه؟ ديستركشن مصطلح إيه؟ وفيه شيء من إيه؟ من آيزليشن وفيه شيء من آه الصورة شو الصورة؟ الأسى والحزن وفيه شيء من الدبريشن كما يدرسوا الطب النفسي وعلم النفس كل هذه الشغلات في النصف وقف مية مصطلح بعض الناس يستسرون لكي نعملوا الخواء أنت حر أنا شايف أنه ترجمته صعبة جدا 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 ترجمه من أصعب ما يكون والله ممكن عربه خلاص لأنه مصطلح مراوعة تخوم بين كل هذه المعاني فيه من هذا وهذا 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 وهين بهذه الحقيقة لهذا المصطلح المراوغ فسرت هذه البحث الذكية جدا حقيقة الاكتئاب يا الله ما أذكاها الله فتعاليها هتقول ليش شوقنا هذا الحال يستهل تشوي قالت الاكتئاب ليس هو فقدان الأمل وفقدان الحب وفقدان المتعة وفقدان الشوق طبعا المكتئب يفقد كل هذه الأشياء كل ما يفقدها ما عنده لا أمل ولا حب ولا اهتمام ولا شغف باشن ولا عنده شيء المسكين ما في شيء ممكن يحرك في إيش يعني نوعا من الفرح أو الاهتمام ولا شيء ولا شيء ولا شيء من أشياء اللي كانت تفعل قالت لا مش هذر التأب هايش كانت شيء أبعد من هيك وهو ألعن من هيك قال له علاقة بالشكر طبعا قصة كبيرة طلعت قالت هو فقدان القدرة على تذكر معرفة الأمل والحب والباشن والشغف والاهتمام انت فهمت علي عشان أبسطها عشان أبسطها هتقول لي أنا بعتليني أنا عندي شغلة هذه وفطورها في حالي دائما يا الله محدها عندي هذه الميكانيزم الآلية إيش يموت عبت منها لكل بشر مش لكل أخ في الله كمان لو كل الناس لما بكون في ظرف شوية صعب أو مش كده كده ما بستسلم مجرد بستلقي هيك وباستخدم هذه الميكانيزم هذا الميكانيزم هذه الآلية تنبعث في ينفجر فيها مبوع سعادة لحظ هيك إيش شيء طبيعي إيش هي الآلية هذه برضو تعلمها أنتم أحاول أستلقي هيك هذا أحاول أستلقي ذكريات بعضها كهير منها بصراحة شمية رايحة البطيخ كما كنت أشمه عمري ثلاث سنوات وأربع سنوات أمام دكان جارنا محمد الغرب الله يرحم ويحسن لي هو أبوه وأهله كلهما أكثرهم ماتوا شقحت البطيخة مرمي على الأرض وفيها شوية حمار إليها رايحة كانت والأطفال بتعرض لأطفال إنبعاثهم الحس في العالم أكثر يقضى وأكثر تزاجة وأكثر عمقا من الكبار بمراحل أقولي صح لما كنا صغار ريحة القهوة ريحة البطيخ ريحة شعر البنات أي شيء أي شيء كان ريحة عجيبة التقلاية الوالدة الله يكرم ولذاتنا جميعنا وعافية وطولوا عمارهم فقطاعة وعافية لما تقل لي البامي أو النخية التقلاية هذه الله أنت مروح من مدرسة عاد عمرك سبع سنين وتشمل ريحة هذه شيء ليس طبيعي أنا مجرد أني أستعيد ذكرى شمية فقط لشق حتى الطيخ التقلاية بطاطا تقلاية ثوم كذا الله كأن استرجع طفولة كلها كأن الآن أنا عايش في تلك اللحظة وتصبح عندي حالة من السوية والسحادة ما الذي يصدق الآن ما الذي يحدث انتبه الذي يحدث أني أنا ما زلت بفضل الله عز وجل عند القدرة أني أتذكر كيف كان هذا الشيء يلذني يشوقني يمتعني عند القدرة أن أتذكر ما حرفت أثر هذا الشيء علي أنا الآن فقدته سبعين في المئة ربما لا بأس لكن كوني عنده القدرة تذكروا لا زال يمثل مصدر إلذاذ وإمتاع وإسعاد وإبهاج لي يعطيني الذي يصاب ليس بالاكتئاب بالمعنى كذا لا بالاكتئاب بمعنى هذا هذا مدسل مدسل حياته هذا كمعسل هذا مدسل مدسل المسكين يفقد القدرة على تذكر معرفة هذه الأشياء تقول طب حاولي أخي استلقوا شوي هيك حاول تذكر لما كنت طفل ودخل فصل الربيع وصلنا في شهر أبريل آه أربعة وأنت مروح من مدرسة مع أصحابك الطيبين كانوا من أعزل أصدقاء عليك وكان في حقل سنابل وكان في بعض أوراد البنفسج أو بعض أنواع الأزهير الصفراء اللي ذات رائحة عبقة معروفة كانت يقول لك هذا الشيء أنا مررت به لكن لا ليس قادر أني أرجع أتذكر ليس قادر أو هنا المصيبة هنا المصيبة إذا وصل إنسان لهذه اللحظة هذا يا حرام المكتئب الحقيقي المدسل عادي هذا المدسل الحقيقي صعب جداً وضعيته هذا مسكين كثير صعبة ستقول لي إيش علاقة هذا بالشكر هو هذا هو هذا الذي يعود نفسه وأريد أن أعطيكم أمثلة مضطر أن يأفعلها والله العظيم يعلم الله يعني أصلاً لا فيها تبجح ولا فيها امتياز لكن مضطر أن أضربها لماذا؟ عشان أفهم الشباب الصغار بالذات الشباب الصغار اللي ما عندهم مش هالخبر اللي إحنا إحنا خيغ تريك بها يفهمون أنه هذا الشيء موجود ومعيش ليس كلام هذا ليس كلام منابر هذه فلسفة حياة هذه فلسفة حياة كاملة اللي عنده نفسية شكر لا يمل من تذكير نفسه ليلة نهار بقيمة النعم اللي المغمور فيها يا أخي شوف كن مع الله تكون أسعد الناس خليك مع الله وعيش باستقامة وخليك راضي ابعد عن الحسد والغيرة والنظر هذا والكفر النعمة وتمتع بما أنت فيه من نعمة وتكون أسعد الناس خلي القصور الله يسعدهم الله يسعدهم وبالحكس تسعد بوهم سعادة الأخير أنا اليوم عندي هذا وأورثت هذا أولادي والله العظيم لا نمر بالله الذي لا إله ما أسعدني يا عدنان إبراهيم يا عبد الله الفقير أقسم بالله لحد الآن ما أسعدني كلما مررت ببيت يبنى أو ببيت فرغة من بنائي أو ببيت مبني وأشعر أنه مضاء فيه ناس الله كأنه إلي وأدعو يا رب اللهم أسعدهم لا أهمني يهود مسيحيين مسلمين بوذيين سيخ بشر أخوان البشر كأنه إلي أسعد سعادة خير طبيعية أقسم بالله وكلما كان البيت أكبر وأجمل أسعد أكثر كأنه إلي أكثر يعني هو لي لكن هذا لأخوك الإنسان أنت تسعد لما تشعر الناس ساعدين أو أنت صحيح أنا متأكد على فكرة أنا أقول لك شاهد الجلسة هذه نحن فيها الحيني أنتم مرتاحين فيها وإنما أصبركم عليها فترة كلها تعرفوا لماذا؟ لأن هذه أرواح طيبة الجلسة أنا لا أكسب هذه الحقيقة وحابة تتعلم الطيب وتتعلم شيء الجميل في الحياة لذلك هذه الأرواح تتعادى بس حتى تفكر كل واحد يعد الثاني وفيه فلز مجالات تتداخل كلها مريحة كلها مريحة أنا مرة أدقع مع ناس بقدرش أكمل حتى عشر دقائق بقتنق لازم أهرب لأنه تكون أرواح مش حلوة مش جميلة والظاهر غير الباطن تقتنق أنا بحيث أريد أن أموت أريد أن أطلع مرة أخرجت من الاجتماع من حفل كبير كله يفاق وكذب ودجب اختنقت وهم جابين وقالوا مكبرين فيي وقلت لأخ وقلت لأخ أخرجني والله كان رمضان هنا في النمسا كله في شيخنا قلت لأختنقت مدد كله أنا حتى شعرت علمهم ما علينا فقصد أقول حتى في الحال أنت فيها في البتسيك في الشارع لما تكون في أرواح طيبة أنت على أخ الروح طيبة بالله العظيم دون أن يشعروا أنت بتبعث لهم رسائل سعادة وتأثروا فيها ومش عارفين منك ومش عارفين أنك أنت سر البركة في الشارع هذا كله لأنه تتمنى لهم الخير كلهم تدعو لهم بالخير تفرح لهم أنت هم جدريين وهم حبي لك الهلاك اللي بنا نقوله هنا يا إخواني أنه جوهر الاكتئاب في عمق الاكتئاب فقدان القدرة على تذكر معرفة كيف تكون السعادة كيف يكون التأميل في فرج الله إنه بقال خير العبادة انتظار الفرج عبادة كوني أصبر على قضاء الله وأنا في محنة وفي ألم وفي عذاب أصبر صبرا جميلا ولا أشكر رب إلى المربوب ولا الله إلى عباده الجحدة أبدا أصبر صبرا جميلا وانتظر فرج الله إنه بقال أنت في خير عبادة وخير العبادة انتظار الفرج فإنما العسري وعند يقين أن الله سيفرجها بإذن الله وبأبسط الأسباب إذا مش اليوم بكرة مش بكرة بعد بكرة إلى بعد حتى إيه ما شاء الله إذا فقدت القدرة على تذكر كيف يكون ذلك أنت بتكون دايت دخلت في قعر قعر هويت إلى قاع قعر الاكتئاب أو ويصير إخراجك مسألة بدها عناء وبدها شغل كثير مثل الشغل هذا أحسن شيء بصراحة أحسن طريقة لإخراجك أن نعيدك إلى الله أن نعيدك إلى شكرية أو شكورية المؤمن مش جهودية كافر النعمة برسم الإيمان وإسم الإيمان لا أنا من السنين طويلة بفضل الله تبارك وتعالى والله أسعدني والحمد لله نسأل الله يعطينا شكر هذه النعمة بزوجة مثل نفس المزاج عندي كل يوم أكثر من مرة نحمد الله عن نعمة البيت الواسع كل يوم أنا بحكي في بيت الله وهي حتسمع الخطبة هذه نحن أهدو لك زوجي الكاذب حاشا لله هي تفعل وأنا أفعل كل يوم كل يوم كل يوم أما كل يوم كم أقول لها الله يرضى عليك الله يسعدك يا فلان الله يعطيك الله كذا كذا كم أحبك كم أحترمك لا يعلم هذا إلا الله كل يوم ولا أفعل هذا لأنه واجب هذا يعني هو واجب حتمي لا 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 أفعل هذا مضطرا مشاعري تدفعني إلي إذا الموضوع الشكر يا إخواني موضوع الشكر هو الذي يقيك إنك تنحدر إلى مهوات أيش الدساليشن أو الدبريشن إنشئت مستحيل تصل لحالة إنك أيش لا تعود تمتلك لياقة وقدرة أن تتذكر كيف يكون التأميل في رحمة الله كيف تكون السعادة كيف تكون البهجة كيف يكون معنى إيش الشعور بالإمتنان على كوب قهوة جميل على كأس من الشيء في ليلة ضحيانة مع زوجتي أبنائي مع أصدقائي مع جاري مع أستاذي مع صديقي مثلا نعمة كبيرة كبيرة والله العظيم من أكبر ما يكون غير نعمة إنك أنت تسكن في بيت وحدك شقة أنت مش في زنزانة ومش في شقة مشتركة زي ما كنت عيام الطلب عيام الدراسة صح لا عندك شقة خمسين أو سبعين أو مئة متر لوحدك هتقول إيش فيها فيها كل شيء هذه الشيء عظيم جداً 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 وكيف سيأتي الديبريشن أو الديسيليشن وأنا بشوف نعمة كبيرة إنه عندي حمام نعمة كبيرة إنه عندي سنان بقدر أكل خبز ومعدي تهضم قال لي يا شيف بعرف رجل غني قال لي مليونير كبير كان يبكي قلت له ليش قال لي آخر سنوات وهي سنوات طويلة حتى تكون دقيقة لا أدري كم عادي استمرت عشر خمسة عشر لا أدري سنوات طويلة سنوات مش أشهر سنوات طويلة في حياته ممنوع بأمر الإطباء إجماعاً بأمر الإطباء إجماعاً أن يأكل أي شيء صلب إنساً تكسر كسر قاعد في اللحم والعظم ونازل ومش عايش بك لسا أريد يصيبك من وين يصيبك؟ ليش يصيبك؟ لم يصيبنيش؟ لا الاكتئاب يخاف مني الديساليشن يهرب مني هروباً فلكياً الشكر الشكر النعمة الجوهر اللي حبنا إيه زي مقول له لكي لا نصل إلى جوهر الاكتئاب اللعين الخبيث هذا اللي مفخدنا القدرة حتى على إيه؟ على أن نبتهج بالذكرى الطيبة علينا ماذا؟ أن ندمن استحضار معنى النعمة في كل نعمة ستقول لي والله هذا متعب ليش متعب جميل ولاذ أخصم بالله وهذا يطيب عيشك وحياتك لما تشعر دائماً أن حياتي مميزة أن عندي أشياء لا أستحقها بالله عليكم مين فينا باستحق أي شيء ولا واحد والله ما واحد فينا باستحق أي شيء مما هو فيه إلا أنه الفضل محض لله والنعمة التامة له لا إله إلا هو